القائم في هذه التسديدة مولودية وهران حاولت التحكم في زمام الأمور واستضم مهاجمها باستمات الدفاع المنافس الذي عرف كيف يشل محاولات الحمروة لينتهي الشوط الأول بنتيجات بيضاء المرحلة الثانية فردت المولودية سيطارتها وصنعت عدة محاولات عن طريق نساخ بهذه الرأسية ثم بنيط الذي تألق الحارس سيدريك في التصدي لها مهاجم شباب قسنطينة بولمديس لم يستغل هذا الخطأ الدفاعي الذي صدركه الحارس دحمان وأنقض مرماه من هدف محاقط دخول المهاجم ياسين بزاز أنعشى القاطرة الأمامية للسنفير ولكن جل المحاولات لم تأتي بالجديد لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي ترجمة نانسي قنقر